طيب كابتور عايز عليك هل توقعك برضو ان الفتوح مش جاهز يعني فتوح ما خدش في المباراتين خالص وكتير واحنا من الفتوح عاملين نقول فتوح اقامل محمد حمدي عامل مجهود كبير جدا بصلا هاد فاهم هجومية طبعا بس قلت لك ايش ايش هاي انو عايزين اللمسة بتاع الفتوح الاضافة بتاع الفتوح هل الفتوح مش قاعد جاهز برا؟ طبعا مش جاهز خلي بالك فورمت المبارية بتبقى مختلفة وفتوح من افضل اللعبة الموجودة بكات شمال يمكن فتوح عنده النحية الهجومية كمان اكبر وانت لو كنت عايز تلعب فتوح انا من وجهة نظري عن الشخصية انت لعبته شوت لو تفتكر شوت شوت واحد في المبارات الودية وبدأت به كمان انا كان ممكن فتوح في الناحية الدفعية اللي كان بلعبها موزنبيك كان حل من الحلول بس مش بكش مال كان ممكن تلعبها في شمال لان فتوح كرته عالية في الاختراكات كان ممكن يختارك كان ممكن يروح يشتغل واحد ده واحد وكانت ممكن تستغله تلت ساعة 25 دقيقة في الاخر خاصة الفرقة بتدافع بشكل كبير جدا ولكن هو عنده حلول كتيرة قدام عنده ما قدرش اقولك لا عنده مرموش عنده ترزيجية عنده مصطفى فتحي النهاردة يما نزل عنده لعبة كتير جدا عنده زيزو يعني عنده كتير كتير بيعرفوا عندهم حلول في الناحية الوجمية فما تقدرش تلومه ولكن انا من وجهة نظر الشخصية ان ما كانش فيه العدل في الاختيارات من البداية صراحة هو عموما ان شاء الله هم اللي موجودين دول أبطالوا بإذن الله يعملوا شغل عظيم الشوية التانية بس انا حتى قلت كده في الانترو طميني شوية على فكرة يعني في مبارات موزنبيك والشوية الأول النهاردة كل المفتقدين قوي موضوع الروح والقلب يعني بعض الناس يقول لي ايه يا عم الروح والقلب ايه مهم الأمور الفنية طبعا الأمور الفنية رقم واحد طبعا بس احنا دايما بنعتمد على دي ان هي صح هتزودنا على اللي قدامنا صح دي جاية الشوية التانية ما تطمناكش داية ان احنا نتحسن في اللي جاي لا طبعا تطمني بس بس فيه نقطة لازم لازم هو يبقى عامل سيناريو للمباراة مهم لازم هو يبقى عامل سيناريو للمباراة يعني النهاردة كان فيه وقت من من القوات بصراحة كان لازم يعرب ايمان يعرب ايمان من المرمى عشان يشوت لان انا مشوفتش النهاردة المنتخب بيشوت النهاردة حاجة غريبة جدا بالنسبة لي انت مغلوب وكله عمال تلعب لتحت دا امام جات لواحدة في اخر المباراة اعتقدت تتسرخ معا طبعا شوف انا كان لازم امام خاصة في الجزئية دي ان كان لازم يعملها تلات اربع مرات بس امام كان دايما بيلعب لتحت دايما نازل تحت دايما نازل تحت مش مقرايب انك انت دا حل من الحلول خاصة ان انا اشوف ان التزديد النهاردة مرموش عمالها مرتين عمية خطورك بيها عمالها مرتين مرموش لو في امام كمان لو امام كمان بدا لو امام عمالها مرة واحدة فبالتالي انا اشوف النهاردة كانت جزئية كان لازم المنتخب يعتمد عليها ولكن برضو زي ما انت اقولت كريم المنتخب اللعب بروح بس احنا كنا رد فعل مش الفعل يعني احنا عايزين احنا تفرق كتير جدا جدا معنا خاصة ان زي ما قلت لك في البداية الناحية البدنية بقت عنصر مهم جدا عند اللعبة بتاعت افريقيا الناحية البدنية عالية جدا عندوه اولاني النهاردة ضغط عالي جدا من غانا في نص ملعبنا والتحامات احنا مش وقدينة صح فرصة وانت معي وانت بقى اشتغلت مع لعبة المنتخب عندي مشكلة مع الجيل ده الجيل ده في لعبة مميزة جدا وجيل حلوة يعني الجيل في لعبة محترمة ليه دايما نبنيجي نلعب مباريات كبيرة زي كده بحيث ان احنا متوترين خايفين ما عندنا الصقة رغم ان اللعبة دي كل واحد فيهم فرقيته اجمد لعب في الدنيا زي غينا النهاردة غينا النهاردة ضعيفة جدا بس كلهم يمسيوا الكورة بيلعبوا ثقة كبيرة جدا ولمساتهم فيها ثقة رغم ان هم اضعف منك ليه عندنا دايما التوتر ده اللي ما بفهموش وجهت نظري مين فيهم لعب تحت ضغط الجمهور لعبة اللي موجودة فرقبة بس احنا لعبتنا لعبتنا بصراحة غير ضغط الجمهور عندها مشكلة هنا مع السوشيال ميديا دي نقطة مهمة جدا 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 خد تحتها بيت خط يعني هتليهم كلهم دلوقتي يدخلين على التليونات ويبصوا من قال ايه ومن عاد ايه ويجبوا لك الكرنوات كلها عدوا يتفرجوا ويتأثروا بيها بشكل كبير جدا كل المنتخبات الافريقية ما عندهمش اللي عندنا ده بصراحة وان كان مثلا غنى الجمهور ده سعليهم بس مزاي عندنا بس مزاي عندنا انا كنت في المغرب والمغرب عندهم بص جمهور ايه بس جمهور فاهم يعني يقول لك لا وليد الراكراكي كذا كذا لا المنتخب كذا لا اساس كذا لا فهمين وعارفين بيعملوا ايه ما بياخدوش الامور بشخصنا مش انا ما بحبش كريم فهستنى كريم يغلط عشان هطلع لا هي الموضوع مش كده هم المنتخب وحش يقول لك المنتخب وحش منتخب كويس منتخب كويس خلي بالك بيبقى ساعات المنتخب فايز وقول لك لا منتخب مش كويس ما نستحقش الفوز بس مش هش سوشيال ميديا الكبيرة كبيرة صح عندهم حاجات بسيطة جدا صح بس ومؤثرة يعني تلاهت الستوديو التحليلي يعني ما بتاخدش الحاجات كتير جدا احنا هنا اللعيبة بتفضل قاعدة في التلات اربع ساعات وتخش ولما تفرجتش بتخش بتتفرج وتشوف وتعمل بمتصرين بيبقى